قرر محافظ صلاح الدين دكتور مهندس عمار جبر خليل تمديد فترة حظر التجوال الجزئي اليومي ساعتين إضافيتين إلى التاسعة مساء وأعلن المحافظة عبر تسجيل صوتي أن فترة الحظر الجزئي تمتد من السادسة صباحا إلى التاسعة مساء للتخفيف عن المواطنين الذين يواجهون الحر الشديد أثناء النهارة وليتمكنوا من قضاء حاجاتهم ضرورية خلال الفترة المسائية عند برور التجو الأخوة في خلية الأزمة تقرر أن يكون رفع حظر التجوال الجزئي يبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء ويكون فرض حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا في الأيام عدى يومي الأيام الخميس والجمعة والسبت يكون حظر التجوال شامل بقية الأيام يبقى إلى الساعة التاسعة مساء وذلك من أجل فسح المجال أمام أصحاب المحلات وأصحاب المصالح لمزاولة أعمالهم بشكل يتناسب مع الموسم الصيفي الحالي نرجو اتخاذ ما يلزم بصدد ذلك من جميع القوات الأمنية والمسؤولين والوحدات الإدارية ترجمة نانسي قنقر